وللمزيد من المتبعة حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسلنا هناك كريم بيبرز كريم اطلعنا على فعاليات اليوم كيف تسيير الأجواء لديك في مهرجان العالمين تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين هنا النسخة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة اليوم ربما من أهم الفعاليات للتحدث وهي الفعاليات الرياضية حيث بدأت بالفعل منذ دقائق فعالية أهمة ويخاصة بكرة السلة كرة السلة اليوم أيضا يجتمع أساطير كرة السلة المصرية يعني ليلعبوا هذه المباراة الودية إما مباراة يعني تكون مدتها ما يقرب من نصف ساعة تقريبا ربع ساعة ثم بعد ذلك راحة ثم ربع ساعة أخرى وبعد ذلك أيضا جزء من المباراة بين الأساطير هنا في هذا الملعب في المنطقة الترفيهية تختلف بالطبع ألعاب كرة السلة بتنوعاتها ستحدث خلال هذه الساعة بينما نحن نتحدث الآن معكم ربما يعني من خلف ربما المميز أن هذه البطولة تلعب على شاطئ البحر أو تطل مباشرة على البحر وهو ما يميز هذه الفعاليات الرياضية المختلفة هنا في مهرجان العالمين الجديدة في نسخاته الثانية ولكن لن يقتصر الموضوع هنا أو الموقف اليوم هنا على كرة السلة فقط ولكن أيضا الكرة الطائرة سيكون لها نصيب بعد ساعة من الآن تقريبا أيضا ستكون اللعب هي كرة الطائرة الشاطئية هنا على البحر في مهرجان العالمين الجديدة في نسخاته الثانية ولكن الجميع اليوم في انتظار وكل مرتادي مهرجان العالمين الجديدة في نسخاته الثانية في انتظار اليوم الحفل الليلي للفنان الكبير تامر حسني بالطبع بدأ الإقبال منذ أمس وأيضا منذ صباح اليوم يبدأ الناس بالتوافد على العالمين الجديدة في انتظار يعني دخول هذا الحفل الكبير الذي سيكون في منطقة اليو أرينا وهو الناحية الأخرى المقابلة للمنطقة الشاطئية والناحية الأخرى المقابلة لأبراج العالمين لكن إذا تحدثنا عن مجمل الفعاليات فالمجمل الفعاليات هذا الأسبوع هي فعاليات رياضية وغنائية فبالأمس أيضا كان هناك فعالية هامة وهي لأساطير كرة القدم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في فرقة يقابلهم يعني جميع الأندية أو أبطال من الأندية المصرية فرقتان يعني تحديها بعضهم البعض بالأمس وفازت بالفعل الفرقة الخاصة بها الأندية المصرية ولكن كان الهدف من هذه الفعاليات هي رسالة للجميع من مهرجان العالمين الجديدة في نسخاته الثانية هي لا للتعصب ولا للعنف ولنبذ العنف بشكل أكيد هذه هي رسالة التي أطلقها جميع الأساطير لكرة القدم بالأمس واليوم أيضا كرة السلة كل هذا يعني برعاية خاصة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي توفر عدد كبير من الفعاليات بالإضافة أيضا لتعاونها مع وزارة النقل لنقل مرتادي مهرجان العالمين في نسخاته الثانية ليأتوا إلى الأماكن المختلفة إما من القاهرة والإسكندرية إلى العالمين الجديدة بالإضافة لتوفير عدد من وسائل النقل والتوبيسات صديقة للبيئة لتنقلهم من فعالية إلى أخرى داخل مدينة العالمين الجديدة أشكرك جزيلا كاريم بيفرس من مدينة العالمين